سيطرت أربعة فرق إطفاء على حريق نندلع بمزرعة تابعة للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمنطقة عبدالله المبارك ولم يسجل وقوعي أو إصابات فيما أفادت إدارة الإطفاء أن الحريق التهم ما يقارب خمسة آلاف متر مربع من مجتل زراعية يحتوي على محميات وأعلاف مستلزمات زراعية من المساحة الكلية للمزرعة التي تقدر بمائة ألف متر مربع وأشرت الإطفاء إلى أن مراقبة تحقيق حوادث الحريق التابعة لإدارة الإطفاء باشرت بالتحقيق في أسباب الحادث وملابسته